ترجمة نانسي قنقر وخلال الندوى أكد سعادة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن تنظيم هذه الفعالية يأتي إيمانا من المؤسسة بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها فيما أشارت المهندسة لماء المحروس القائم بأعمال إدارة الرقابة وحماية البيئة إلى أهمية دور جهات مؤسسات القطاع الحكومي في إنفاذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها مملكة البحرين لمواجهة تحديات البيئية والمناخية كلا بحسب اختصاصه وأهمية التعاون بين مختلف هذه الجهات تضمنت الندوة سبعة محاور هامة من ضمنها التشريعات البيئية الوطنية وأهم التحديات لبيئة سليمة مستدامة لا يخفى عليكم التغيرات المناخية العالمية والاهتمام العالمي أيضا إلى هذه التغيرات التغيرات هذه أحدثت أيضا ردة فعل طبيعية وردة فعل مناخية أيضا أحدثت تجديد في مشاكل لم تكن موجودة الآن الحوار المجتمعي مهم جدا وبالتالي جاءت هذه المبادرة من المؤسس الوطني للحقوق الإنسان ومن المجلس الأعلى إلى البيئة لإيجاد بادرة أولى إلى هذا الحوار المجتمع المجلس الأعلى للبيئة والمؤسس الوطنية للحقوق الإنسان بينهم برامج تعاون قديمة خلال السنوات السابقة لسبب واضح وهو أن الجهتين يسعون لتحقيق نفس الهدف وهو حياة المواطن وحقها في الحصول على بيئة نظيفة وسليمة ممكن أن يعيش فيها هو وأبناء براحة ويتمتع بحقوقها فيها فجميع الجهود تقريبا المجلس الأعلى للبيئة هي التصب في حصول المواطن على هذه البيئة التي نصب إليها مثل جودة الهواء، جودة البيئة البحرية، الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية الاستعداد لأي طوارئ من خلال خطط الانسكابات النفطية ترجمة نانسي قنقر